اشتركوا في القناة ادماج الاجتماع والأسرة لهذا البرنامج الرائد الذي تلقيته رؤية مالكية من خلال جعل الأسرة في محور اهتمام سياسات الحكومية والسياسات العمومية الموجهة كذلك للأسرة والهدف منه هو أن المجتمع المدني يكون شارك من أجل إنجاز فضاءات خاصة بالأسرة من أطفال لنساء مصنين يعني شاباب وحنا كجمعية أخذنا هذه المحاور إلى أساس أننا كان آمنوا بأن الأسرة هي نواة الأصلية ونواة الأساسية وكان عرفوا أن كذلك الدينامية التي كانت تعرفها مؤخرا بإذن مولوني السامي أن تعديل بعض بنود موضونة الأسرة وهذا هو إطلاق الورش الاجتماعي والرؤية الملكية الذي جعل الأسرة محور كل اهتمام من طرف الفاعلين سواء رسميين أو غير رسميين كذلك نحن كجمعية ما يمكننا إلا نكون من خارطين في هذا المشروع مع الوزارة وخلق هذه الفضاءات ونواكم الشاباب بالمقبلين على الزواج كذلك تمكيل اقتصادي واجتماعي للمرأة فضعية هشاشة الأطفال والمسنون من خلال سواء المراكز المتواجدة التي تشتغل في إطار مبادرة وطنية من البيتنمية البشرية بشاركة مع التعاول الوطني أو الأشخاص المسنين فضعية هشاشة لذلك نحن اليوم ما يمكن إلا نكونوا فخورين بهذا الحمل وهذه نواكبه وهذه إن شاء الله نتمنى وأننا نطلقه في واحد حوار آخر من أجل بسط نتائج المشروع الغنجو ساعد رئيسة جمعية ساعد أعختي في فرنسا في شمال فرنسا الحضور لدينا اليوم أنا كان بارازار جاء كنت أشاهد أخص صديقي سيوسو شوي وفاجأني جزاء فاجأني بكل صورة بكل صراحة أولا هذا الاجتماع لي كان جيد جدا وتانيا باش ذا دية كريم هذا شرف كبير لي وتاني مسؤولية أكبر فأكبر لأن تنشتهد تنوجد من الفرسان في المنطقة سيكون إن شاء الله في مدينة سيلا المدينة اللي بولكسون ستياس عندكاب ومدينة لإسمال البرسوناجين توجد دون ديكاب إن شاء الله ومدينة إن شاء الله بك ديفيزي ديزيت ديون اللي كانوا اشتغلوا معنا العام كامل كورلا سوسياس إن شاء الله وهذا سيانو نور باش نديل أوتاني في هات الصيف بايز مدينة ستان شعب اسم إبراهيم من استيقات مشروع جيسر الأسرة اللي اسميناه فضاء الأمل اللي طبعا حركة صدنه جمعية أمل سلا وهذا المشروع هو باتفاقي بدعم من وزارة تضام والإرشاد أسر والطفل مع جمعية أمل سلا وتعاول وطاني مشاركة مع التعاول وطاني المستفيد من هذا المشروع يعني ومجهب خاصة كهدف قوة قدرة الأسرة بجميع المكونات ديالها يعني الأطفال من أقل من ثلاث سنوات الشباب والشابات والمقبلي على الزواج وحديث العهد بالزواج النساء في وضعية صعبة والأشخاص المسينين هذه هما الفئات اللي يشتغل معهم الهدف منهم بطبيعة الحال هو توجيه والإرشاد المواكبة الاجتماعية والنفسية الوساطة الاجتماعية الأسرة وكان في مجموعة ديالتكاوين مثلا في التربية الوالدية الإيجابية علاج من أجل تصدل هالظاهرة ديال المشكلة الأسرية اللي كتعرض للأسرة للتفكوك وبالتالي كتعطينا واحد مجموعة ديال المظاهر اللي هي خيبة في المجتمع يعني اللي كتنعكس تضعي الأطفال كتشوف المخدرات كتشوف النظر المدرسي يعني يقول له منيك ترجعوك تلقي السباب الأصلي هو التفكوك الأساري إذا احنا بغن نشوف نخدمه على المنبع اللي كي خلقنا هاد المشاكل هاد تجالية اللي كتبت في المجتمع للضواهر السلبية كنحن نشغل عليها من داخل الأسرة باشكو واحد أسرة مستقرة وهذا بتوجيه بتكوين بتحسيس بتوعية بيعطعنا الصائح بالوساطة بالاستماع وإرشاد وتوجيه إلى آخرين شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك